اشتركوا في القناة فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فرطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله فأفاق قبلي أو كان موسى باطش بجانب العرش فأفاق قبلي أو كان موسى باطش بجانب العرش